موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات مرحبا بكم معي في القناة مرة أخرى إن شاء الله اليوم على نوجد معكم واحد الكيكة باتفاح اللي كتجي غزالة وكتجي زوينة وكتجي خفيفة ما قادر بسيطة يعني ما قادر نتوفر موسيقى في الأول نحتاج التفاح ثلاثة ديالتفاحات وعلى حسب المول اللي عندك نحتاج الشاشية الفاني اللي قادرنا فوق تفاح بالنسبة للعزينة نحتاج استاد المعالق ديال سانيدة استاد المعالق ديال الزيت استاد المعالق ديال الحليب تساعد المعالق ديال تحين فورس معاهم واحد خميرة ديال الحلوة هنا يا جوج بيضات وبالنسبة للنكهة قد ينكها بالكونفيتور ديال الحامض اللي صيبته قد ديتو دوتو في الفريقو كنخدم به غير الكيكات قد يأتي غزال في الحلويات قد يأتي واحد البنة زوينة لكيكا قد يأتي غزال حمض إذا لم تنفر لديك الكونفيتور ديال الحامض تستطيع ديال المشماج ديال الخوخ او تنكيها بالفاني او بقشور حمضة او بقشور ليمونة هو الحامض قد يأتي غزال مع تفاح ديال المشماج ندوزه من الطريق ناخده البانيو والبولفاش سنخدمه نديره في الاول ثانية مع الباد ديال ما ندو نخدمه بهم هما الولا وشوية جاية الملحة نحتق بيسة الملحة ضروري ما الملحة غير شوية سوف نضرب هادشي بتضرب إلا ما عندكش تضرب بضرب اليدوي ولكن سيطلع بحل بحل شي كريما بيضا باش تجينا الكيكا ديالنا خفيفة وزوينة بحل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزيت نضيف ذلك الشيء الذي يقاليك تدريجيا نخلق المزيد نضيف الحليب نضيف المعلقة بالكومفيتور نضيف الضحان نضيف الطحان نضيف الخليب سوف نضيف الدفاعات سوف نقوم بعمل الخمير سوف تسعد المعالق سوف نضع المقادير لكم في صندوق الوصف لكي تكون مفهومة لكي يكون المقادير لديكم سوف نضع المقادير لكم سوف نضع المقادير لكيكة سوف نضع المقادير لكيكة كبيرة وغليدة سوف نضع المقادير لكيكة سوف نضع المقادير لكيكة سوف نضع المقادير لكيكة سوف نضع المقادير لكيكة نضع المقادير لكيكة تفاح نحيط لها القشرة ونقطعه بطرنشات صغارة ان شاء الله ونضعهم فوق الكيكة بالنسبة للتفاح ونضع القشرة سنين فات شو يرقاقين والتفاح ضياك يطب في الفرران ويجيش قاسح ومالاحسن نخلي واحدة كنصيب الكيكة ونقضوها ونضعها في المول نقطع التفاح حتى يكحل انا لدي التفاح اعطاني سنين فاتر صغارين انا لديك التفاح كبير سنان فزوينين ونضع المنظر ونكمل قليل ونطلقها ونستفت التفاح فوق الكيكة سوف نكملت التفاح ونأخذ الكيكة ونبدي ونضع بحال هكا واحدة 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 بفاح تكنسالي باش يجيدي كرزوين ونقضوها 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 كاملة ونقضوها باش يجي منظر ديال كيكة بتفتح كي يجيزوين ونطلقها ان شاء الله اشتركوا اشتركوا سوف نقوم بتفاح من فوق سوف نقوم بتفاح من فوق قوم بتفاح زوين و الحمير من سيل المعسل لا يوجد محر غرس نفق سخنت المفران نقيبه بقاطة ملتح عليها من فوق لتحملها لوجه الفقاني ونطلقها ان شاء الله بحول الله يالكيكا طابط كيكا بتفاح طيبة ودك الفانيلي اللي درنا هو تقرمي لها من فوق انا غديم منديلها شوية ديال الناباج الى عندك كونفوتوري ديال المشماج ديري بشي اعطيها واحد البريون فيها واحد اللامعان ثافي وكا تقدميها من الاحسن تدري لها الناباج او الكنفوتوري بقي سخونة ما تخليها شتى تبرد باش يشد فيها ويسخون درجة الحرار اللي بقي في الكيكا تسخن ذاك الناباج ثافي بحال هكا ديلو التفجنب هالجنب شوية بيكونوا نشفين قليلا انا ستنضيف لها شوية الكوكو من فوق احضر شيتة الكوكو تبعط بحال هكا باش تزوق إليها اهل هكا نقوم بتبرد نقطعها نقوم بتبرد 4 ساعة نقطعها الشكل النهائي بالتفاح جزوينة وخفيفة لا يوجد حاجة المقادر حاجة صعيبة نتمنى الاعجاب مع الأحباب والصحاب لا تنسوش الياجام الفيديو والاشتراك في القناة وشكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله